وكونها ممثلة للشباب على طاولة الحوار الوطني أكدت النائبة أميرة سابر عضو مجلس النواب أنها تعتبر الحوار الوطني هو حوار مستقبلي يرسم خريطة طريقة حقيقية أنا مناطي رئيس في الحديث هو يكوني ممثلة للشباب على هذه الطاولة رفيعة المستوى من مختلف الأطياف السياسية والحقيقة أنا بعتبر أن الحوار الوطني بشكل رئيسي حوار مستقبلي هو حوار سيرسم خريطة طريق حقيقية للي جاي في الحياة سياسية بالمقام الأول وما يتبعها من مساحات اجتماعية واقتصادية فارقة جدا في عمر هذا الوطن فالأمال حد السماء من اعتقادي وما تفق عليه أن هذا التشكيل مرضي للغالبية وهو يحملنا أمانة مضاعفة أمانة شديدة أن كل عضو هنا يحمل ما يترقبه ملايين المواطنين من الشعب المصري وما تترقبه الحياة سياسية المصرية من نتائج لهذا الحوار المؤسس ففي ظني أتمنى أن الشباب اللي بيتابعوا جلسات الحوار يستمروا في إرسال مقترحتهم ويتفعلوا مع هذا الحوار بكل الجدية المطلوبة ترجمة نانسي قنقر